ماذا لو قلت لكم أن الضوء لا يمتلك كتلة؟ ستجيبون بكل تأكيد أن للضوء زخم لذلك لا بد أن يكون له كتلة أيضاً قرأتم في الكتب أن للضوء زخم وبما أن الزخم P يساوي الكتلة M ضرب السرعة المتجهة V فيجب أن يمتلك الضوء كتلة لأنه يمتلك زخماً معادلة P يساوي MV غير دقيقة عند الحديث عن الأجسام التي تنتقل بسرعة قريبة من سرعة الضوء وعليكم استخدام النسبية الخاصة للأجسام التي تتحرك بهذه السرعة وقوانين النسبية الخاصة تسمح للأجسام عديمة الكتلة بأن يكون لها زخماً أي لا يمكنكم استخدام معادلة P يساوي MV لإيجاد زخم الفوتون ومعادلة إيجاد زخم الفوتون هي P يساوي H على لمدة حيث H هو ثابت بلانك ويساوي 6.626 ضرب 10 أو السالب 34 جول ثانية ولمدة هو الطول الموجي للضوء بوحدة المتر زخم الفوتون الواحد صغير جداً لهذا لن تشعروا بأن الضوء يدفعكم عندما يصلت عليكم لكن نظرياً إذا كان لديكم شراع شمسي كبير بما فيه الكفاية فإن الضوء الذي يرتد عنه سيدفعه إلى الأمام بسبب زخم الضوء باختصار لا تستخدموا معادلة P يساوي MV لإيجاد زخم الفوتون بل استخدموا P يساوي H على لمدة انتهى الدرس